اهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة الخاصة من بيت للكل والتي نضيء من خلالها على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل بحق أبناء شابنا في محافظات الجنوب وفكرة التهجير هذا الشعار الذي رافق هذا العدوان منذ بدايته لتسليط الضوء أكثر على هذا البعد نستضيف سيد عمر حلم الغول الكاتب والباحث في الشؤون السياسية أهلا بك أستاذ دارم أهلا بي أولا ما هي الرسالة للواقعين تحت لهب القصف والنيران في قطع غزة من أبناء شابنا أوقفوا الحرب أوقفوا التهجير أمنوا الدواء والغذاء لعلاج الجرحة وترميم ما تهدم واسمحوا المواد التموينية والدوائية والمستلزمات الطبية أن تدخل وأنت تعلم الذي عطل حتى الآن اتخاذ أي قرار باتجاه وقف الحرب فورا هو الولايات المتحدة الأمريكية التي تستبيح مؤسسات الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن وتمكنت من إحداث شلل كبير في مكانته مع أنها في بمكايلها المزدوجي ومعاييرها المختلفة والمتباينة في قضايا وملفات أخرى كأوكرانيا وغيرها من الملفات عملت بالاتجاه المعاكس أما هذه الإسرائيل التي أنشأوها وأسسوها كغرب رأس مالي وتقودها الآن الولايات المتحدة الأمريكية هناك معلومات من الأقمار الصناعية الروسية تقول أن 75% من عمليات القصف التي تتم على محافظات الجنوب هي من الحاملات الطائرات الأمريكية هنا دعني أسألك التالي كل الحروب التي شنتها إسرائيل ما في عدوان استخدمت في إسرائيل هذه القوة المفرطة هذه القوة الغاشمة هل من تفسير ارتباطا على أن أمريكا جزء من هذا العدوان هل من تفسير لهذا الأمر التفسير واضح ما حدث في 7 أكتوبر لم يسبق له أن حدث رغم الإنجازات التي حدثت في حرب أكتوبر 73 نسبة لاختراق جدار بارليف وغيرها من الإنجازات العسكرية العسكرية فقط إلا أن ما حدث في 7 أكتوبر ضرب المشروع الصهيوني الكونينيالي مشروع التطهير والإجلاء والإحلال في مقتل لم يسبق أن واجه هذا المشروع بغض النظر عن خلفيات الذين قاموا وحساباتهم إلا أن ما حدث في 7 أكتوبر شيء خطير وهام وبالتالي لحظت أنت من اللحظة الأولى إسرائيل بناءها الفوق وبناءها التحتي بات خواء وتحالت تهشم وتكسر انكسر انكسر في الوعي الإسرائيلي وانكسرت القياد السياسي والقياد العسكري ليس في كثيرين أو كثيرون كثيرين عفوا من المراقبين ومن القادة والآخر يقول لك ضعف الاستخبارات الأمنية والمسألة ليست في هذا الجانب فقط وهذا الجانب مهم صحيح ولكن في مختلف الجوانب كدولة ضربت في الصميم ومن منهم قامت دول الغرب بالرأس مالي بقضها وقضيطها برئاسة الولايات المتحدة مفهوم للدفاع عن عن مشروح لعادة المهابي لهذه الصورة التي تهشمت عن مشروح بديش بس أباد عن فكرة الحلقة موضوع الحلقة اللي هو التهجير هذا الشعار اللي رافق هذا العدوان من بداياته لو بنا نقول في قاسم مشترك من وجهة نظرك بين من حيث الرعب والترويع والتقتيل والدم والبطش والقسوة وكل هذه القوة المفرطة التي استخدمتها إسرائيل شو القاسم المشترك بين ذلك الذي جرى في عشية نكبة 48 وبين الذي جرى في 7 أكتوبر تل 7 أكتوبر علينا أن ننتبه إلى التالي عود إلى المشروع الصهيوني على ماذا قام الشعار الناظم الأساس للحركة الصهيونية ودولتها قاعدتها المادية إسرائيل التي أنشأها الغارب أرض بلا شعب لشعب بلا أرض وأرض المعاد بين قسين الأساطير والفبركات نعم فضلا عن ذلك نعلم أن إسرائيل عندما قامت شكلت القاعد الأولى لهذه الدولة لكن هذه الدولة شعارها أيضا الناظم من النيل إلى الفرار أي بمعنى آخر أنها لم تكتمل دورة المشروع الصهيوني الصهيوني الإحلالي الإجلائي على كل الأرض الفلسطينية على الأقل هناك بالنسبة للنيل للفرار ومن المحيط إلى الخليج هناك سيطرة أمنية في سيطرة اقتصادية في سيطرة مالية إلى آخره من العوامل الذات الصلة بعملية السيطرة لكن هناك المرحلة الثانية من المشروع الصهيوني هي إقامة دولة إسرائيل الكاملة على أرض فلسطين التاريخية ومن هان جاء قانون القومي الأساس الصادر في التاسع عشر من تموز يوليو 2018 في أعقاب تمرير صفقة القرن والشروع بيها في ستة كانون أول ديسمبر 2017 بالاعتراف بالقدس العاصمة جاء هذا وبعد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ثم جاء تمرير القرار في تموز يوليو بمعنى آخر هذا القرار العنصري التطهير العرقي هو نفى كليا أي حق للشعب العربي في تقرير المصير على أرض وطن بما في ذلك خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 67 وبالتالي ما هو المطلوب طرحته حكومة بن يمين نيتنياهو حكومة الترويك الفاشية نعم إما أن يقبل الفلسطيني العيش تحت ما تمليه إسرائيل بشروطها نعم وأنت مقيم ولست صاحب أرض ثانيا الرحيل إن لم يعجبك ذلك ثالثا يقوم الجيش بمهمة تصفيتك والتعامل معك بالعنف وبالقوة الترحيل خلينا عندك التهجير هل اعتمدت إسرائيل هذا الأمر بشكل أساسي في ردها على 7 أكتوبر أو في عدوانها على قطاع غزة والمتواصل حتى هذه اللحظة هل اعتمدت هذا بشكل أساسي وكان جزء أصيل من بين أهداف هذا العدوان ترهيل تهجير نعم نعم هذا أحد العنوين وطرحه منذ اللحظة الأولى نعم منذ اللحظة ماذا حقق بن يمين نتنياهو وحكومته وإدارة بايدن ماذا حققه حتى الآن سوى بالمعنى السياسي سوى إدماء الشعب العربي الفلسطيني بالمعنى السياسي أعتقد لا شيء لا ولا شيء باستثناء لا عسكريا حقق شيء وسيلحقهم العار لأنهم ارتكبوا جرائم من يقول أنه ما دخلش دخل والآن موجود دباباته في محافظات قطاع غز نصير ولكن هل هذه الدبابات سيطرت وحققت أفرجوا عن الأسرة لم يفرجوا عن الأسرة عبر الهدن وبعد ستة وأربعين يوما والمفترض غذا في اليوم التماني وأربعين سيتم الإفراج عن خمسين رهين نعم وأنا إلي ملاحظات لست هنا بصددها اتنين ولا إنجاز بالمعنى العملياتي العسكري الأمني حول القيادات التي يدعون أنها مطلوبة لألو بالتالي أنت ما حققت إذن ما هو الهدف الذي أنجز نتنياهو إذا بده يحسب رصيد لألو أو يعيد الاعتبار لذاته بعد الانكسار الذي حدث هو الإيغال في الدم الفلسطيني في حرب الإبادة وحرب الأرض المحروقة أنت حتى الآن اليوم أربعة عشر ألفا وأكثر من مئة شهيد قدمت خلال الأيام جلهم من الأطفال والنساء خمس وسبعين بالمئة ولديك أيضا ما يزيد على تنين وثلاثين ألفا من الجرحة فضلا عن خمس وأمعين بالمئة من عمليات الدمار الشامل للبنى للوحدات السكنية تدميرا كاملا وتدميرا جزئيا سؤال الأخير في هذه الحلقة كيف يمكن لنا كفلسطينيين تجنب هجرة ثانية الشعب العربي الفلسطيني أولا اكتوى من تجربة النكب الأولى صحيح وأيضا حتى بالسبعة وستين حصل شيئا من هذا القبيل لكن بعد ذلك وشهدنا عبر الصراع خلال ستة وخمسين عاما الماضي أن الشعب الفلسطيني في كل محافظات الوطن يرفض فكرة النكب مجددا والرحيل قد يرحل باختيار لحسابات لمصالح ولكن كرحيل سياسي وتنفيذا لقرار دولة الاستعمار الإسرائيلي والولايات المتحدة هناك رفض إضافة لذلك زيادة الوعي ودور منظم التحرير ودور السلطة الوطنية ومؤسساتها التربوي والثقافي في تعزيز وتعميق الوعي في أوساط أبناء الشعب العربي الفلسطيني بالعمل بالاتجاه العكسي العمل من أجل تحرير الوطن وإقامة الدولة الفلسطينية وضمان حق العودة للاجئين تكريس هذه الحقوق والثوابط في ذهن الطفل والمرأة والرجل والشيخ وبالتالي أصبح قانونا وقاعدة ارتكاز أساسي للوعي الفلسطيني الجمعي وليس وعي فردي أو انتقائي بين النخب لا هو يطال الفلاح كما تلاحظ في الضفة في كل القرى والمخيمات والمدن هناك تشبث بالأرض رغم بطش المستعمرين وقطعانهم والجيش وانت اليوم رحمة الله على الشهداء هناك خمس شهداء أو ست شهداء في طول كرم وإضافة لذلك هناك العشرات والمئات في محافظات الجنوب بين اليوم والأمس هناك أكثر من متين ضحية حتى شهيدا يعني أقصد بين الأمس واليوم بالتالي أنت أمام لوحة سيريالية لكن الأساس الناظم لوعي المواطن الفلسطيني هو أنت تشاهد بأم عينك بعض ردود الفعل من أطفال ومن نساء ومن رجال وشيوخ أننا باقون ومتجذرون ومنغرسون في أرض الوطن ولن نرحل أنا أود أن أشكرك أن كنت ضيفي في بيت للكل في هذه الحلقة أستاذ أمر حلم الغول الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام بيت للكل متواصل لكن بعد هذا الفصل شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة